في خبر آخر أثار قرار تونس دعوة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي لحضور مؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد ثمانية أثار غضب المملكة المغربية التي صارعت لاستدعاء سفيرها لدى تونس من أجل التشاور فيما أصدرت الخارجية المغربية بياناً اعتبرت فيه أن هذه الخطوة أثرت بشكل عميق في مشاعر الشعب المغربي وقررت المملكة المغربية عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى تعاون الياباني الإفريقي تيكاد التي تنعقد بتونس يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين سبتمبر الجاري